ومشاهدي قناة On Time Sports 2 حلقة جديدة من برنامج ملاعب الأبطال وزي ما دايما هيكون شعرنا ملعبنا كتير وكمان الأبطال أكتر وخلينا كده في بداية الكلام نقول على مقولة دايما بنسمعها وكنا على مدار فترات كتيرة جدا ممكن البنات اللي في مجال الرياضة بيسمعها وهي بقى إيه ده إنت إزاي بتتدرابي إنت إزاي بتروح الجيم تشيلي حديد إنت يا بنت كده جسمك هيبوز مفيش حد هيبوصلك إنت ملكيش جير البيت والمطبخ بنات كتيرة جدا اللي قرروا يمارسوا الرياضة سمعوا كلام من ده من قريبهم من صحابهم بنات كتيرة ما لقيتش الدعم الحقيقي من كل اللي حواليها لما جات واختارت أنها تكون بتلعب رياضة خصوصا بقى لو الرياضة دي متصنفة أنها رياضة للرجالة بس زي الألعاب القتالية أو رفع الأثقال شفنا بنات كتيرة جدا بتخش المجال ده وكمان بيثبته نفسهم دايما بيبقى العائق الأول قدامها أنها تقنع الناس اللي حواليها أنها بتمارس رياضة بيقولوا عليها أنها رياضة رجالي البنات علشان تكون بطلة في رياضة بتنحد فعلا في الصخر وبيبقى عندها التزامات كتيرة جدا في حياتها الشخصية جنب ممارسة الرياضة يمكن ناس كتيرة ما تعرفش أن الستات والبنات اللي بيقرروا يلعبوا رياضة بيبقى عليهم عب زيادة كمان على العراجل بشكل كبير جدا الضغط على البنات اللي بتلعب رياضة بيكون بسبب نوزة المجتمع شوية الزكورية شويتين كمان من سبب مثلا أسرة ممكن بعض المجتمعات خصوصا المجتمعات الشرقية اللي لسه معندهاش الثقافة أن البنت تكون بتلعب رياضة مع تحفظات على ممارسة البنت بشكل عام للرياضة عمر ما كانت الرياضة بتاخد من جمال البنت أو تغير من ملامحة زي ما شوية ناس كده بتقول أو بتفكر أو بتعتقد فيه لعبات كتير جدا قدرت تتفوق بين أنها تكون بنت وأنها بتلعب رياضة صعبة أو مرهقة سواء في مطشاط وبطولات أو في روتين حتى تمرنها اللي بتعتمد فيه على القوة العضلية منحب نقول لكل البنات دي كملة مشوارك هيجي اليوم اللي هتكوني فيه بطلة وتثبتي نفسك وتحقق أحلامك بنات كتير قدروا يعملوا كده ورفعوا راية مصر في العالي في كل المحافل الدولية عندنا نهلة رمضان صارة سمير هدايا ملاك نور الشربيني بقى في السكواش حدف ولا حرج رانيم الوليلي نوران جوهر نور الطيف فريد عثمان طبعا بطلتنا في السباحة سمر عامر اكتسام زايد ندين السلعاوي مر وعيد ورحاب جمعة وأسماء تانية كتيرة جدا مهما اتكلمت عنهم مش هقدر أحصرهم ولا أديهم حقهم في الإنجازات اللي عملوها بالإصرار والجهد وكمان الأخلاق والانضباط واحترامهم لنفسهم وبلدهم وصورتهم قدام الكل لحد ما بقوا قدوة ومثل أعلى لكل البنات النهاردة تمانية مارس يوم جديد لعيد المرأة نحب نقول فيه لكل بنت والكل ست بتلعب رياضة كل سنة وانت طيبة وكملي في اللي انت بتعمليه ونجحة فيه الكل وراكي وأولهم برنامجنا ملعب الأبطال تمان حابة أحيي بجانب بقى البطلات اللي بيمارسوا الرياضة الأمهات في يوم عيد المرأة العالمي لأن ورا كل بطل أو بطلة أم أم بقى دي اللي بتودي التمرين أم دي اللي هي بتحاول توفق ما بين طلبات البيت وكمان إنها تكون بتعمل مجهود كبير جدا مع الشباب والبنات اللي هي بتوديهم التمرين وبتوفر لهم الأكل المناسب تحافظ على حياتهم علشان يكونوا أبطال بعد كده فهنيئا لكل بطلة موجودة هنيئا لمجتمع إن شاء الله يكون دايما قادر يستوعب إمكانيات المرأة في التوقيت الحالي وإزاي إحنا الحمد لله مش سايبين حاجة للراجل هو اللي يكون بيحتكرها ودائما هنكون موجودين في كل المجالات المختلفة علشان نزود من إنتاج المجتمع المصري ودائما نكون في ظهر الرياضيين والرياضيات والرياضات بالتحديد البنات علشان التوقيت الحالي وشهر مارس تحديدا هو شهر المرأة من عيد المرأة وكمان عيدواهم